لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساعد أزاي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون هل واجه الله مخلوق عن ابن حجر وإحنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن عقيدة ابن حجر وأثبتنا أن ابن حجر نفى الصورة لله وإن ده مسحبة جهمية وإزاي علماء السنة ردوا والنهاردة هنتكلم عن حاجة مرتبطة كمان بالصورة اللي هي إيه واجه الله صورة الله يبقى من المنطقة أنه بيكون للصورة فيه واجه أول المرجع هنروح له هو صحيل بخير كتاب الركاق باب فضل الفقر يقول كده سمعت أبواء القالة عودنا خبابة قال فحجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نريد واجه الله تعالي ابن حجر بيقول إيه نبتغي واجه الله أي جهة ما عنده من السواب لا جهة الدنيا في المرجع اللي بعده سهل بخير كتاب الدعوات باب قوله الله تعالى وصلى عليهم ومن خص أخيه بالدعاء دون نفسه عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي قسما فقال الرجل إن هذه القسمة ما أريد بها واجه الله ابن حجر رح قال واجه الله أي الإخلاص لهم يبقى إحنا هنا بنشوف ابن حجر قال إن واجه الله أوله وقال مرة إن هو السواب ومرة تانية رح قال إن هو الإخلاص طيب عشان كمان يكون كلامنا مفهوم هنشوف ابن تيمية رح قال إيه في الموضوع ده في مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية بيقول كان كلمه جاهد فيه سبيل الله تعالى إذ تحرى العدل وابتغى واجه الله تعالى والسواب والجزاء إنما هو على الصبر وهنا طبعا نلاحظ إن ابن تيمية ما قالش واجه الله بس لأ رح قال كده قال واجه الله بعدين رح قال والسواب والجزاء لكن جمع بين التلاتة رح قال كده ابتغى واجه الله تعالى والسواب والجزاء طبعا بعكس كلام ابن حجر لأن ابن حجر ما راحش قال غير الجزاء مرة ومرة تانية أول بالثواب أو بالإخلاص وطبعا دي مخالفة صريحة لظهر الكرآن وصدنا وحنشوف الكلام ده فين في كتاب اسمه كتاب شرح كتاب التوحيد لابن خزايمة في الرد على نفي صفة الواجه بيقول كده أما قولكم بأن الواجه في الآية بمعنى الثواب وأن المعنى يبقى ثواب ربك أو كل شيء إنهالك إلا ثواب فهذا مخالف لظهر الكرآن والسنة ويلزم من هذا القول لوازم باطلة وهي كالأتي اللازم الأول أن يوصف السواب بأنه زو الجلال وأكرام وهذا لا يمكن بحلم الأحوال ده مش مستحيل يعني فوصفه بذلك باطل معنوم البطلان لأن الله جل وعلا قال ويبقى وقه ربك زو الجلال والإكرام في صورة الرحمن 27 يعني ابن حجر بأول وقه الله بأنه ثواب الله أو الإخلاص في العمل اللي هو يعني بأول أي صفة طبعا يعني أي حد بأول أي صفة إحنا قلنا إن ده قول الجهمية وكمان بينكرها على الحقيقة ابن تايمية برضو قال وذكر إن اللي أول بالطريقة دي بيدخل كمان إيه في إنه من المحرفين خلينا نشوف فين في شرح الرسالة التدمورية بيقول كده ولهذا كانت الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلام عن موضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادق والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله يعني إيه كلام ده؟ يعني اللي بيحرفوا الكلام عن موضعه بيأولوا ما تشابه عليهم يعني صفة اللي مش بتأجبهم بيعتبروها من المتشابه فبيأولوها وفي الحقيقة هم طبعا بيحرفوها والسبب طبعا إن ابن حجر بيعتبر إن اللي بيزبط صفة الوك إنه تشبيه الله بخلقه وده ذكروا الشيخ عبد العزيز بن باز وقال كده وإثبات الصورة لربنا لا يلزم منه أن تكون مشابهة لصورة المخلوقين وطبعا إحنا الكلام ده قلناه كتير قبل كده في الحلقات اللي فاتت وإرجاعوا للحلقات اللي فاتت هتلاحظوا إحنا الكلام ده قلناه قبل كده وهنشوف في كتاب التوحيد إثبات الصفة صفات الرب عز وجل اللي بيقول إيه والمعطلة من الجامية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله زي كرآن كده ووكه الله رح ابن حجر على طول يعني بيقول أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم يعني ابن حجر جاهل وذلك إنهم وجدوا في الكرآن أن الله قد أوقع من أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا الجهلهم بالعلم يعني ابن حجر جاهل بالعلم ده كلام الكتاب إن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه شبها بخلقه طبعا ابن حجر في الحقيقة بيعطل الصفة والتأويل للصفة يعني لا يستقيم إلا بتعطلها مهما حاول ابن حجر إن يصيق لنا تأويلات وطبعا ده اللي بيعملوه إيه الجهمية وطبعا ده اللي وقعت فيه الجهمية وفقها ابن حجر في عقدتها خلينا كده نشوف كتاب التوحيد وإثبات صفات الله الرب عز وجل بيقول إيه وكها الله صفة من صفات الله وصفات الزيت لأ أن وكها الله هو الله ولا أن وكه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية بل حتى المعطلة أنكرت أن لله يوكه خلينا نشوف الكتاب انتصار في الرد على المعتذر القدرية للأشرار صفة الوكه ثابتة لله عز وجل من صفات ذاته جل وعلا ثبتت بالقرآن والسنة وأجمع السلف على إثبتها لله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل وجها يليق بجلاله وعظمته وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله جل وعلا وكها أما المتأخرون من الأشعرة كالغزالي والجويني في غير النظامية والآمدي والشهر الثاني وغيرهم فهم على تأويلها متابعين في ذلك قول الجهمية والمعتزلة يعني كل دولة كانوا قبل ابن حجر يعني دول جهمية يعني ابن حجر لما يقول بكل وضوح أن وقه الله معناه السواب ومرة يقول عليه الإخلاص احنا بنعرف أن عند أهل السنة السواب دا إيه السواب دا مخلوق فهل كده وقه الله مخلوق وكمان عند أهل السنة الإخلاص دا هو عمل من أعمال العبد وأفعاله وطبعا وأفعال العباد مخلوق فهل وقه الله كده بيكون مخلوق طالما دي حاجة مخلوق يعني العمل ده مخلوق لكن المفاجأة اللي هنشوفها كده في عقدة ابن حجر معنى كلام ابن حجر إن الله كده لو واكه الله هو السواب يبقى كده الله أو واكه الله هو الإخلاص في العمل يبقى كده الله بيخلق لي واكه مع كل عبده بيخلص لله فكده كام عدد الآلهة في الحالة دي ده سؤال طبعا يجاوب عليه أي مسلم بيسمعني أو أي مسلم بيتبنى عقدة ابن حجر أي مسلم عنده الجواب أنا عايزكم كمان أنوه على صفحة الفيسبوك ممكن تجاوبوني أو ممكن تعلقوا على الحلقة النهاردة كده هل واكه الله مخلوق وهل الله كده بيخلق لنفسه واكه مع كل عمل بيقوله زي ما بيقول كده الجهمية أو ابن حجر وتابعوني الحلقة الجاية عشان نكمل عقدة ابن حجر وإزاي إنه هو خالف أهل السنة في أساسيات العقيدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كده السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أترد بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بينها وكل المساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر